منتخبنا الوطني النهاردة للشباب خرج من كأس الأمور الأفريقية ويبخسارة كبيرة أمام المنتخب السنغال كيف رأيت مشاركة منتخبنا الوطني للشباب في هذه البطولة؟ والله يبص منتخب الشباب عشان نتكلم يعني أنا برضو مش عايز أتكلم كلام جمهور أنا راجل مسؤول راجل فني صح وعايز أتكلم على النتاج يا جماعة إحنا لازم نبقى فاهمين كويس إن المنتخبات اللي إحنا بنشوفها في المنتخب 17 منتخب 2003 ده اللي هو يعتبر تحت 20 سنة وبعدين فيه منتخب أولمبي اللي هو مع ميكالي وبعدين فيه منتخب الأول دول نتاج تأسيس لازم نبقى فاهمين كويس إن إحنا مش هنيجي كده من الهوى نروح جايبين منتخب 17 ده ونقول إيه ده عندنا منتخب 17 يمكن أنا كان يعني الحمد لله الحمد لله من الناس اللي لعبت في منتخبات مصر من وانا صغير يعني أنا لعبت منتخب 17 كاس عالم في كندا ثم بعد ذلك منتخب 19 مع مرحوم بقى كابتن طه بصري راح بينا كاس عالم في كندا 1987 وبعدين 1989 منتخبنا بس ما روحناش كاس عالم بعدين منتخب أولمبي مع كابتن محمود سعد ومع كابتن محمود الجوهري روحنا أولمبياد برشلونة ثم بعد ذلك منتخب أول عشان تعد منتخب زي اللي انت شايفه ده اللي هو اللي هو النهاردة بيلعب 2003 يعني عنده 20 سنة ده يعتبر تالت منتخب عندك في بلدك ده اللي بعد أربع سنين أو ثلاث سنين دول انت اللي هتشوفهم بيمثلوا منتخب أول عندك صح انت عدتهم إيه عدتهم إيه وهم لسه صغيرين براعم ثم بعد ذلك ناشئين عشان يبقوا شباب بعد كده أنا شايف مفيش حاجة احنا عندنا كسور في تدريب البراعم والناشئين المنظومة عايزة المنظومة عايزة يعني تراجع من أولها ليه بقى للمسابقات مسابقات طاليك بالنهاية طلع لعبين دوليين المدربين لازم تطورهم ولازم تصرف عليهم ولازم تعمل لهم مرتبات ولازم تسقفهم ولازم تعمل لهم دورات تدريبية ورخص تدريبية واتطلحهم ورش عمل واتطلحهم بعسات برا عشان يستفيدوا ويشوفوا ازاي الـ F ايه بيشتغل مع السن بتاع الـ 14 والـ 15 والـ 16 ازاي بيشتغل ازاي بيمرنهم ايه الستراتيجي ايه الفلسفة بتاعت 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 التحاد زي التحاد الانجليزي الكورت القدم الـ F ايه ده من الاتحادات القوية جدا في اعداد المدربين وفي اعداد الناشئين وفي اعداد البراعم مزبوط لازم كل الحاجات دي لازم تتعمل للمدربين عندك ولما انت هيبقى عندك قعدة من الاندية عندها لعبين مميزين احنا النهاردة ترجمة نانسي قنقر